نافع يقول إجراءات الرئيس بدأت تؤتي أكلها هذا خبر جاء في هذه الصحيفة ونقرأ في تفاصيله أكد القيادي بالمؤتمر الوطني دكتور نافع لنافع أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية بدأت تؤتي أكلها قال نافع لـ SMC أن الهدف من إعلان قانون الطوارئ هو الإسهام في حل المشكلات التي تعاني منها البلاد وشرا إلى ظهور الثمرة الأولى لقانون الطوارئ الذي أسهم في خفض الدولار واختفاء المتاجرة به وأضاف نافع نأمل أن تطبق هذه الإجراءات وتحد وتجد التعاون والدعم من الأجهزة المنفذة لهذه الأوامر حتى يتم الخروج من هذه الضائقة